مرحبا بكم فيديو جديدة سواء مشان سناء بيوتي كنتمنى تكونوا بألف خير الفيديو دي اليوم ان شاء الله غادي نبرتجي معاكم مشترياتي الأخيرة في البلاك فري داي من مرجان وأسيمة فإلا كنتوا مهتمين خليكم معياتي لخلدي الفيديو ويلا نكتشوها لحويجات هذا إذاً غادي نبدو الفيديو دينا على بركتي الله وأول حاجة غادي نبرتجي معاكم واللي غادي نشارك معاكم هو هاد الغيطاء هذا ما عارس تسميته بالضوت ولكن هاد ممكن تفرشو كيف ممكن تخطوه به كانوا فيه جوج ديال الألوان كان فيه كان فيه البلو وكان فيه هاد البيض هذا فصراحة عجبني البيض ورا القياس ديالو كبيرة لبنات را فيه جوج مترو على جوج مترو عشرين أنا هنا فقط غير طاوية وبنسبة لثمان ديالو كان مية وتسعود وعشرين درهم جاني أنا ثمان اللي هو جد مناسب لكاليتي ديالو زوينة بزاف أنا غادي نحاول نقرب باش نوريكم شكل ديالو كيفاش داية شفتو معايا شكل ديالو عن القرب كيفاش داية وراه التوب ديالو رطب بزاف الحاجة اللي مأجبتنيش فيه هو هاد الخياطة هادي مأجنة بدرينها في الخضر هي لمأجبتنيش ولكن مش مشكلة من بعده غادي نعم دوز عليهم ديالو شخياط يدوز ليالي بخيط بيض غادي نوريكم حتى من اللور شكلو كيفاش داية وهو شكلو من الداخل لبنات كيفاش داية راها مقطن وصخون كيف قد لكم يمكن لكم تفرشوه كيف يمكن لكم تغطاو به غادي ندوزو للغطاء الثاني هو هاد الي كتشوفو قدامكم حتى هو الملمس ديالو رطب وصخون على البنات بالنسبة للعبار ديالو فيه جوج مترو عشرين على مترو وثمانين راح كبير وثامن ديالو داية تلاتة وسبعين درام فاصل تسعين يعني يقولوا وحض ربعة وسبعين درام اربعة وسبعين درامية هاد اليك هاد خديته من اسيمة واللول حتو من اسيمة نصيت ما قد لكم هادا كانت شفتو فمرجان داية تلاتة وسبعين درام فاصل تسعين يعني قد لكم تامن ليهو جد جد مناسب انفو شفتو انا بدك تامن قلت ما غاديش نفلتو وكيف كتشوف معايا غادي نحاول حتى اوان اقرب باش نوريكم شكل ديالو عن قرب كيفاش داية وهو اللي بنات شكل ديالها عن قرب كيفاش داية كيف قد لكم اه طباء وصخون احتا هي شكل ديالها زوين بالصراح ثالث حاجة اخديت هي هاد المخدة هاد كيف كتشوفو معايا حتى هي من اسيمة اه العبار ديالها سبعين اعلى خمسة واربعين سنتيم وفيها تعمية جرام ديالوات هادي ديالها مع كريش بوند بالنسبة التمن ديالها كتدير اه تعدو ربعين ديال فاسعة تسعين يعني اقولو خمسين درهم وفي الصراحة اللي لاحت انا ان العروض ديال اسيمة اه اه رخص بكتير من العروض ديال مرجان بصراحة ديالها عروض اللي هي زوينة اه مقارنة مع مرجان تقريبا شفت كل شي غالي مكالة بلاك فري ديالوالو ايلا شي حاجة بسيطة غدي نبرتجها معاكم دابة وبنسبة الحويجات اللي خديت من مرجان كيف قيت لكم مرجان الصراحة العافية شعلة فيه مكاين لا تخفيضات لاوالو اه اول حاجة خديت هي هاد دونت يفخيص هادا ديال السينيال المبيض صراحة اول مرة غدي نجربو هادا كيف قتشوفو مقايا فيه ثلاثة رابقي محليتوش اه التمن ديالو مكان ربع وثلاثين درام فاصلة خمسين هادار الحجم الكبير فيه ميات اعمال اه على مقات اللي اختي قتاخد غير صغير ديال خمسين اه اعمال قتاخدوه من معشرة درام حتى تلتعشر درام يعني هادو بثلاثة ميات مين اللي في الواحد وبربع وثلاثين درام فاصلة خمسين اه كبير ليه بانه تمان ليه هو جد مناسب مهما دا كيف قدت لكم اول مرة غدي ناخدو غدي نجربو ارد عليكم الخبار اه ولكن را شكرت ولي اختيقت ليه بانه زباين ثاني حاجة اخديت من مرجان هاد لي دو ديو دوران ديالا مارك نيفيا بصراحة اه ريحة ديالا مارك نيفيا كتعجبني بثاف انا سبق لي جربت اه هادي ديال انفيزيبل وبنسبة لغوزية مع مرني جربتها اول مرة اه لقيت التماديل هون كيدير 20 درام الوحدة فيهم 200 ايميل وكيف كتشوفوا معي اخديت هاد جوج هادو واخر حاجة خديت هي هاد لجال دوش ديالا مارك شابو على ما اظن هدا هو الاسم ديالها بالنسبة لحجم دياله كبير في 600 ايميل وغدي نقول لكم ارش خديت هاد لجال دوش هادا ما خديتوش على ود لغسيلها كما خديتوش باش نغسل بيه وانما خديتو الحويج دايما فش كيكونوا هاد لجال دوش لي كيكون الحجم ديالهم اقتصادي كبير وكيكون تمام ديالهم مرخص كناخدهم باش كنديرهم في الحويج فش كنكون صببا في باش يخلو ديك رويحة زباينه بالنسبة لتامان ديالو هادا على ما اظن كان تسعود دراهم فاصلة خمسين بالنسبة لهادا رح كانوا في شي ثلاثة ديال الانواع مويمان اجاني هاد الزرق هادا ولي في رويحة زباينه صافي هادو هادو هما الحويجات اللي تقديت من المرجان تقديتش حويجات اخرين هاكل دار ولكن كانت تامان ديالهم عادي اللي معروف دايما يعني ما كانش فيهم شي بخومو هادا كشي علاش ما بارتاجيتهم مش معاكم كيف قيت لكم الاتمينة اللي لاحظت في اسيما كانوا ارخص بكتير من الاتمينة ديال المرجان مرجان كان في كل شي غالي يعني ما كان لا بلاك فريدي لو وعلو ما نكتبش عليكم الا بعد حويجات القلال منهم هاد الشي هادا اللي بارتاجيت معاكم كيف قيتشوفو هنا غا تكون ثلاث الفيديو ديالي دياليومة كانتمنى انها تكون نات الاعجاب ديالكم بالنسبة لهاد اللي بخومو هادو را كنظن على انهم غادي بقاو حتى اللينا في ديسمبر وحتى نطلقها ان شاء الله في فيديو جديد كانقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة اللي كنتو اول مرة كتكتشفوها ما تنسوش كذلك انكم تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد انفو نحطو دعمونا بلايك ديالكم ما تبخروش هنا بالتعليق ديالكم وكي نقول لكم دائما تلاف ريسكم كانوا يقوم بزاف السلام عليكم